ركزوا معي بقى معايك يا باشو أنا ستة متجوزة من عشرين سنة من اليوم الأول من جوازي وجوزي بيساعد مصاريف أهله بشكل كبير وهو كبير إخواته مع العلم وأم الله يرحمها كت موظفة وأبوه لديم عاش كبير مرت سنين والبنات تتجوزوا وأخواته والبنات وجوزي اشترى مندل بيت كبير يعني للعيلة بعد مرور السنين سافرنا أنا وجوزي وأولادي برى مصر أنا عندي أربع أولاد محتاجين مصاريف كتير وجوزي لحد دلوقتي بعت لهم فلوس بشكل شهري وأنا متحملة الغربة مع مسؤولية ولادي للعلم أن عندي راتب بسيط وسكن مأجره باخد إيجاره وهو بقى ياخد مني ويدي أهله يا دي النقطة أنا عايزة أتكلم معاه بس عاوزة نصيحة أنا في غربة ما بحبش المشاكل وخاصة أنه شخص حساس جدا وعصبي قوي وأنا نفسي أوصله أني مش من حقه أنه ياخد مني أتصرف إزاي حطي فلوسك في حاجة حلك الوحي بدأ ما تعملني مشاكل وتنكوش هو وضح أهله بالنسباله وكبير العيلة وهو اللي بيصرف وبيعنه وأبوه محتاج فلوس بياخده يعني بياخده منه مش كيبره تجوزه طبعا ما قدرش أقول أما مش كيبره تجوزه الأب لسه عايش الأم اللي توفت أولاد أخوات وقص دي مش كيبره تجوزه تجوزه بقى ما هو بيبع تظهر لأبوه ما هو في عائلة كده تفضل مما يلعك كبيره أنا بقى النقطة إيه النقطة إيه أنا بقى المصلحة العيال أنا أقول له كده المصلحة العيال أنا حجيب بيت صغير أجيب حاجة صغيرة نستثمر فيها أعمل أي حاجة هعمل مشروع لأ متعملش مشروع لأ مش مشروع تستثمر في بيت في شقة في أي حاجة شاء الله يا رب بستوديو صح فهماني على قدك في حاجات كتير بالتقسيط على سبع سنين وعشر سنين ومقدم بسيط ودلوقتي مش هستلم دلوقتي عشان بس مش بعد ما مش هستلم دلوقتي عشان ما ينبغيها للعيال بعمل لعيالي خلاص قول له عندي فكرة حلوة جدا ما تقول لهش بقى لأنت بتدفع ليه صح قبلها اوعي طب وفريدي ردي يعني هل قال لها لأ عشان خطر الفلوس اللي أنت هتحطيها في الس زن بقى أنا محتاج محتاجها عشان والدي رفودي تزن هي مفترض لأ ده عشان ولادي بكرة ابنك لما يجبر مش هلا أنا بلعب الدور الآخر يعني الدور الآخر طب ونعمل إيه بالنسبة لأبويا أساعده إزاي لما أنت مسؤولين نقسم الفلوس مع بعض نقسم الفلوس الموجودة نبعط له برضو جزء حسنه قلبها على بو عشان ما تتكلم ما يبقاش هي بتتكلم بس هو السؤال هنا هو البيت محتاج الجزء ده ولا إيه ما هي بتقولك أنا بيت مين بياخد منها ما هو معنى كده إيه إن البيت محتاجك ما هي ده ما ياخد منها فلوس عشان يبعت لبابا معناها إيه بيت مين يا نيماني أقصد أقول هل هو مؤثر إنه البيت بينقصوا حاجات طب ما بياخد منها يا شري ما هو إلا ما كانش طيب عارفة لو قالتلي كده كنت أقول لها خلص هو مضبط أموره مع أهله ما ليش دعوا أنا اتكلمت في دي ليه عشان بيقول بياخد منها فلوس ما هي عايزة ويبعت لبابا بهماني لأ ما هو أنت في عيال كمان موجودة لها مستقبل حتى الفكرة دي هي عايزة تعمل نفسها حاجة يبقى في براح ما تعمل باسمها باسمها طبعا باسمك طبعا شقة مستوديو إن شاء الله بالتأسيد في كتير أوفرز بالها بل خشي في الموضوع ده ويبقى أنت كل فلوسك رايحة إست بدل ما تبعتيها بس وحا في الآخر حتستفدي إما الشقة دي تخلصت أجريها تعملي فيها يا حاجة تنفع عيالك تنفعك أنت لو حصل حاجة يعني يبقى بيت تاني لك أنا رأيي خشي حاجة زي دي وحطي قرشك هناك